تسع سنوات مرت منذ اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد ما زالت ملابسات مقتله ومن تورط فيها تشغل الكثير من التونسيين الاتحاد العام التونسي للشغل قرر تتشين نصب تذكاري لبلعيد في إحدى ميادين مدينة صفاقص جنوبية البلاد في هذا التمثال يرتدي بالعيد زي المحامة وفي يده اليسرى كتاب مكتوب عليه تونس وفي يده اليمنى تشير إلى الأفق والمستقبل الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي دشن بنفسه التمثال وألقى كلمة اعتبر فيها أن بالعيد كان يقونة العمل الحقوقي والسياسي والاجتماعي في البلاد شكري بالعيد لم يكن يريد أن يموت على فراش المرض أراد أن يموت وهو واقفا وشامخا فكان له ذلك مات موت الشجعان ومات موت القامات الكبيرة وأكيد جدا أن شكري بالعيد كان يرهبهم ويخوفهم وهو حي ويرهبهم ويخوفهم بأفكاره التقدمية بأفكاره الاجتماعية والذي يريد دائما يلادي بدولة مدنية ديمقراطية اجتماعية نختلف فيها ونلتقي فيها بعيدا على العنف لكن التمثال أثار جدلا واسع منذ تدشينه فكثيرون رأوا أنه لا يشبه بالعيد الأصلي ها هي صورة شكري بالعيد الحقيقية إلى جانب التمثال ولكم الحق في المقارنة والوصول إلى النتيجة طبعا تبانت ردود الفاعل على المنصات حول التمثال دعونا نقرأ بعضها مثلا نورة تمثال شكري بالعيد بصفاقص بعيد كل البعد عن ملامحه الأصلية أما هنا تدوينة كريم محمد شكرا للاتحاد والمناظرين الوطنيين بصفاقص رغم عدم تطابق التمثال مع الشهيد الرمز ربي يرحمه لطيفة بالعيد الله يرح ما حاشتوش بتمثال حاشتو باللي ياخذ حقه وينفذ وسيطه هشام خليفة مبروك لصفاقص ما ينجموش يعملوا مدرسة شكري بالعيد مركز صحة شكري بالعيد مركز طفولة بالعيد المال موجود في أيادي أشباه الأصنام أما هنا إبراهيم خليفة يبقى الاتحاد دائما الأقرب للفكر التقدمي الإنساني الذي انتم إليه شكري الشهيد رغم كل الأحقاد والعقبات لمسة وفاء تستحق كل الاحترام والتقدير مشاهدين رغم انتقاد البعض للتمثال النشر مصممه أو النحات الذي أشرف على تصميم هذا التمثال الفنان التشكيلي سمير بن قوعة نشر فيديو له أثناء نحته تمثال بالعيد ها هو يظهر في ورشة عمله ترون رأس تمثال بالعيد ويقوم الفنان بعملية نحته ويضع لمسات خاصة به أيضا في الخلفية صور عدة لشكر بالعيد ينقل الفنان التشكيلي قوعة الملامحة منها وبالطبع يضع لمسته الفنية الخاصة قال قوعة أن نحته بالعيد ليكون بعيدا عن فتح مجال التأويل وأيضا فتح مجال التذوق بالنسبة للناس بنفس قدر شعبية بالعيد نفسه شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر